طلبنا أحبيبنا استكمالاً لمبادرة حل أسئلة نهاية الوحدة اختبار نهاية الوحدة في وحدة التكامل حكينا بدنا نجزئ كل خلنا نحكي سؤال لحال بدنا نحله في فيديو ونفصل ووصلنا للسؤال الثاني اللي بيقول إذا كان التكامل المحدود لكي لإكس دي لإكس من صفر لتنين يساوي ستة فأن قيمة الثابت كي هي بدنا نكامل كي وزيد للأس واحد بصير إكس تربيع وقسم على الأس الجديد اللي هو اتنين من وين لوين؟ قال والله من صفر لتنين كل هالكلام شو يساوي؟ يساوي ستة وكعادتنا قوس نقص قوس بدنا نساوي بستة القوس الأول مين بدنا نعوض فيه؟ أكيد لتنين راح تصير كي في اتنين تربيع على اتنين والقوس الثاني بدنا نعوض فيه صفر هلأ بيننا وبين بعض صفر تربيع صفر صفر في كي صفر صفر على اتنين صفر كأن القوس الثاني مع إشارته كولياتهم راحوا صاروا صفر يبقى مين ضل اللي بيساوي 6 بس القوس الأول اللي هو 2 تربيع 4 4K على 2 اللي هي 2K بدي أتخلص من المعامل اللي هو 2 عكس الضرب قسمة على 2 على 2 إذن الكي شو بدها تساوي الكي بدها تساوي 3 وهيك وصلنا لنهاية حل السؤال والإجابة الصحيحة هي الفرع سي يعطيكم ألف عافية ألقاكم في السؤال الثالث